بسم الله اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ولع النور وفهمة بين السطور النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض يونت فايف يونت فايف بارت وان موجود معنا في الملزمة في صفحة 189 و190 و191 يلا بينا اول كلمة او اول كلمتين عايزين نفرق بينه كلمة بيرسونل بيرسونل فرقة يعني اه معناها خاص او شخصي طب كلمة ده موظف الشؤون الناس اللي موظفين بقى المعنيين بشؤون العاملين مسلا طيب ناخد امثلة ده نقطة ديبارتمنت is responsible for hiring and training new staff بيقولك بقى special department ديبارتمنت 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 يعني قسم المسؤول عن توظيف الناس وتدريبهم العمالي الجداد يعني special department الخاص ولا private شيء خاص بيا مملوك ليه ولا personal يعني خاص او شخصي ولا personal اكيد طبعا personal اللي هو موظف الشؤون الشؤون العاملين مسلا اللي بعده انا مش بحب اشارك بقى الحاجات الشخصية بتاعتي مع الناس الغريبة العام ولا general عام ولا personal ولا personal اكيد طبعا personal انا ما بحب اشارك الحاجات الشخصية الخاصة بيا مع الناس اللي ما نعرفهاش ندخل بعد كده كلمة wonder wonder يعني يتساءل wonder بحرف ايه wonder يعني يتجول وكلمة روم روم يتجول بس للحيوانات تعالوا ناخد مثال ايه هو بيحب يعمل حوالين المدينة ويكتشف اماكن جديدة اكيد طبعا يتجول فمش هتبقى كلمة wonder ولا wonder روم احنا قلنا تجول بس الحيوانات يبقى كده كلمة wonder wonder يعني يتجول يتمشى لبعده بعده شي نقاط if he was telling the trust يبقى هي بتتساءل لو كان هو بيقول الحقيقة يتساءل لها كلمة wonder بال-o يبقى طبعا wondered هي تساءلت لو كان هو بيقول الحقيقة ان شاء الله يكون بيقول الحقيقة ما بيجزابش على حاجة ندخل على اللي بعد عندي كلمة trusted trusted يعني مؤتمن او موثوق فيه طب كلمة confident confident يعني واثق من نفسه او عنده ثقة لديه الثقة يعني مش هينفع اقول لتنين ده واثق وده واثق ده يعني موثوق فيه شيء مؤتمن نعتمنه على حاجة confident انا عندي ثقة بقى او يعني واحد عنده ثقة في نفسه يعني ده ايكم كده البنك ده اكيد مكان احنا مؤتمنين او موثوق فيه ان هو بيشيل الفلوس وقت ما تعيزها بتروح تلاقيه مفيش مشكلة تسحب بقى وتش حادة confident يعني عنده ثقة البنك اكيد لا confidence اللي هي الثقة نفسها كلمة الثقة اللي هي كلمة confidence trusted هي الاجابة الصحيحة اللي هي مؤتمن او موثوق فيه وكلمة trust ده الفعل نفسه اللي هو او الثقة نفسها يعني طيب she walked with a نقط واثق الخطة يمشي مالكا سيتم مكلسوم يعني مشى وهي وثقة في نفسها كلمة وثقة في نفسها عندها ثقة في نفسها ندخل على البعض عندي كلمة دية بشري ودية صفة وممكن تبقى بمعنى كلمة البشر نفسهم لو هي اسم يبقى هيومان لو هي اسم بمعنى كلمة البشر لو صفة بمعنى كلمة بشري طيب هيومان اخرها ايه نفنا لها حرف الايه دية صفة بمعنى كلمة طيب او عطوف حد يعني ايه يقولك ده بني ادب يعني ايه بني ادب يعني يقصد بها ان هو طيب يعني دي اكسبلورد دي ماسترس اوف نقط نيتشر هم اكتشفوا اللغز اوف مش عارفة نيتشر هيومانيتي البشرية ولا هيومان طيب ولا هيومان اللي هو الطبيعة البشرية ولا هيومانيتي اكيد طبعا هيومان نيتشر اللي بعده هيواز انواط ليدر هو كيرد فور هس بيبول بيقولك بيهتم بالناس بتوعه والكلام ده وبيقولك ليدر طيب يبقى اكيد هو كده راجل ايه يعني قائد بس الراجل طيب يعني يبقى طبعا كلمة هيومان اللي اخرها ايه رقم بيه نشوف بعده كده عندنا ايه عندي كلمة يعني فوري او عاجل حاجة فورية او حاجة عاجلة وعندي كلمة يعني ثابت شيء ثابت في مكانه فوري او عاجل مثال ده نجاح الراجل بتاع الالعاب القوة ده او الشخص الرياضي ده كان نتيجة لايه اكيد طبعا الترينينج بتاعه والتدريب بتاعه كان ثابت يعني كان مستمر يعني هقول بقى بريزدينت ولا تستانت ولا انستانت ولا كونستانت اكيد طبعا كونستانت بيتمرن كده واحد اذا صلاح حتى فلأجازك تحته بيتمرن فطبيعا ان هو يحقق النجاح ان شاء الله واحد صاحي مش شايف قدامه انا عايز قهوة حالا فحالا ده بقى وبشكل مستعجل اللي هي انستانت ليه علشان يفوق يفهم الكلام اللي احنا بنقوله ده ندخل على اللي بعده ايه اللي بعده يعني اللي بعده بيقول لك يعني يسمع عن بيسمع عن طيب كلمة معناها يتلقى اخبار عنه امثلا I heared نقط your promotion congratulations مبروك انا سمعت بقى سمعت عن الترقية بتاعتك هقول اف ولا ابوت ولا فروم ولا ايه ان بي اكيد طبعا اف تنفع وابوت تنفع يبقى الاجابة الصحيحة وهي ايه ان بي طيب I haven't heard. أنا ما سمعتش him in a long term. I wonder how he is doing. أكيد أنا ما سمعتش أو ما تلقتش أخبار عنه بقالي فترة. هو عامل يدلوقتي. يبقى طبعا هاختر هنا كلمة I haven't heard from him. ما سمعتش عنه أخبار يعني. بعد كده بيقول لك Apple Life for. Apple Life for ده معناه يتقدم بطلب. سواء الطلب ده بقى for a job. وظيفة يونيفرستي جمع ألون يتقدم بطلب لقرد. أي أن كان يتقدم لي للحاجات ده. طيب Apple Life in يتقدم بطلب بس إيه بقى يكون ريتنج يكون كتابي أو person بشكل شخصي. بيتقدم بطلب مكتوب أو بتقدم بطلب بشكل شخصي. هو تقدم أكيد بشكل شخصي. تقدم بنفسه أكيد للإنترفيو. وازهل الرجل اللي يعني الرجل عجبه جدا يعني. يبقى طبعا Apple Life in person. Apple Life in person يعني تقدم بشكل شخصي. طيب عشان تتقدم بقى أو تقدم على سكولرشيب. سكولرشيب ديت يا شباب معناها منحة دراسية. الناس اللي دماغها بتبقى كويسة بتفكر في مستقبلها صحب. بتدور على ديت على المنح الدراسية ديت. انت بتاخد كورس أو بتاخد حاجة من غير ما تدفع فلوس. نظر طبعا التزامك وانك انت تتعلم صعب. بيقول لك طبعا انت محتاج عشان تقدم على الكلام ده انك انت تعمل طلب كتابي وتكتب فيه طبعا او ترفق في الحاجات بقى اللي هي المطلوبة بالنسبة لك. يبقى هنا الاجابة طبعا هتبقى بال Life in person. طبعا هتقول لي ايه الفرق بين ايه وبن سي. هقول لك هي هي بس غلطة مطبعية. عد الليلة. اللي بعد. في كلمة اسمها of my own. of my own يعني ملكي. طيب. on my own. on my own يعني عملتها مفردي بنفسي. مفيش حد يساعدني يعني. هي did the project. نقط his own without any assistance. بيقول لك عمل الكلام ده من غير اي مساعدة. يبقى هي did the project هقول بقى in his own ولا on ولا اوف ولا ويس. طبعا هتبقى on his own. on his own يعني يبقى مفرده مفيش حد يساعده. احتمد على الله ثم على مجهول. بدخل على اللي بعد. اللي بعده بيقول لك كلمة share. share معناها يشارك زي الفيسبوك والكلام ده. وانك تعمل share للفيديو. اللي انت بتشوفه ده طبعا. و share معناها نصيب. يعني ايه? انا اقول لك مسلا النصيبي في 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 البيت ده مسلا خمسين في المية share my share. يعني حصتي او نصيب او كلمة حصة فيه. في محل بقى او في اي حاجة share. طيب كلمة divide يعني هي تقاسم. تقسم بقى حاجة بقى. منصين بقى بالنص بالربع زي ما انت هتقسم بقى. امثلة. ده ايشو. يعني المشكلة نقطة. ده نيشن انتو سابورترز ان اوبونانس. ولك المشكلة ديت عملت مش عارف ايه للامة. ما بين مؤيدين اللي هي كلمة سابورترز ان اوبونانس ومعارضي. جيبقى كده عملت لهم ايه? رابط يعني سرقت لأ. ديفايدت يعني قسمت اكيد ايوة. استول سرق شارد يعني شارك. اكيد طبعا هنا المشكلة دي هي تقسمت الناس ما بين مؤيد وما بين مغارض. اللي بعده. طبعا زي معظم الناس فبتعمل بتحب ان يتشارك اراها على السوشال ميديا. طبعا انا احسس ان انا متدقى اروح كاتب يا عم انا مالي ما تدقى. طبعا هير اوبينيونز. اللي بعده. عني كلمة. ادخل يا حبيب ما تتكسبش. كلمة يعني زميل عمل. طيب. كلمة زميل دراسة. الفرق عملي يعني انا مدرس مسلا زميلي ده. طب انت في الفاصلة عندك بتاخد في السنتر ولا في اي مكان اللي جنبك ده زميلك بقى مش صاحبك. اللي هي معرفة بس مش اصحاب يعني. اسمه زميل دراسة. مثال. هما كانوا زميل اكيد في فترة الدراسة في الهاي سكول في السنوات العامة. لكن فقط التواصل بعد التخرج. كلمة يعني التخرج. فطبعا دي وير ان. دي وير كلاسمايتس. هما طبعا كانوا زملاء في الدراسة. اللي بعد. دي وير نقط. ان دي سيم دي بارتمنت. هما كانوا اكيد زميل في نفس القسم دي بارتمنت يعني القسم. لكن كان عندهم مسئوليات مختلفة. يبقى هما كانوا كانوا زملاء في العمل. بس كل واحد طبعا عنده تخصص وغير التاني فاش حاجة تزع عليها. عندي بعد كده كلمة وبتتنطق ايدر واللي تننصع. وكلمة الفرق. ايدر الجملة المنفية. طب كلمة ده اتمعناها ايضا وبتيجي في اخر الجملة المثبتة. ما تكونش منفية. الرجل ده بقول لك مش بحب البيتزا. وهي كمان مش بتحبها. دي حضرتك جملة مثبتة ولا منفية? منفية. يبقى هحط معها كلمة الجملة اللي بعدية هو مدرس ناجح. وهي كمان مدرسة ناجح. دي جملة مثبتة اخدنا معها كلمة تو كلمة ايضا وده التانية ايضا بس واحدة منفية واحدة مع جملة المثبتة. امين? امين ان شاء الله. ادخل على بعد. عندي كلمة مرة كمان. يعني افتراضي او تخيولي. الميتنج مثلا على زوم او اي تاني هو ميتنج بس افتراضي احنا مش في الواقع. احنا في الواقع الافتراضي. اسمه يعني واقع افتراضي. طب الكلمة ده اسمه معناها ميزة او فضيلة. ميزة في حد او فضيلة يعني يعني جامل من الفضائل يعني. هو عنده ميزة او فضيلة انه هو متواضع. هو عمره ما بيتفاخر بالكذب بالانجازات بتاعته راجل متواضع. هقول طبعا تبع اللي هو الراجل عنده ميزة او عنده فضيلة انه هو متواضع والتواضع صفة جميلة. ربنا يرزقنا التواضع يا رب. هي عندها مساعد اكيد افتراضي. وبعد كده بيشروح لك يقولك. طبعا ده مساعد افتراضي يعني هو زي المساعد اللي بقى موجودة على التليفونات اللي هو انت بتقول له حاجة فبيعملها لك. اسمه هو مساعد بس هو مش شخصة حقيقيه موجود. هو بس ادخل باللي بعد. عادي كلمة ده برنامج تشغيلي. زي اللي انت بتستخدمه مسلا عشان تشغل الفيديو. زي لما انت بتنزله عشان تفتح حاجة معاناة. ده اسمه طب ايه بقى? الهاردوير ده بقى اللي هو مسلا نفسها. اللاب توب نفسه. الحاجة الملموسة. معدات الحاسب الهاردوير الماوس. اي حاجة بقى من الحاجات ده بقى. ده كده مسلا هاردوير الماوس ده مسلا. لكن البرنامج بقى اللي بيشغل حاجة اسمه سوفتوير. مسال مسلا سيفرال كامبينيز هاف الريدي بيجان يوزنج دان يو نقطة انهانس دير بيرفورمانس. شركات كتير طبعا ما تودها تستخدم? اكيد الشركة هتستخدم سوفتوير. عشان خاطر انهانس دير عشان تحسن الاداء بتاعها. يجيب مسلا برنامج يساعده في تسجيل الحصة. يزبط بقى حياته يا انا عشان ربنا يكرمه يا. اللي بعده. تعالي ما تكسفش. اللي بعده. الحمد لله هي صفحة في متين وتلاتة. ندخل نشوف فيها ايه الصفحة ده. طبعا موجودة في تحت الملزمة لو ما كنتش حملتها انزل حملها يلا. عندي كلمة وبعد كده كومة هيجي بعدها جملة. يعني ايه كلمة اصلا معناها بدلا من. ديت لو فولوا الجملة وهروح اعمل لها كومة ويتكمل لك الكلام. طب لو جات فخر الجملة مش هيبقى فيه كومة هيبقى فيه فلسطو. لان هي ممكن تيجي فخر الجملة برضو عادي. طيب كلمة بدلا من. طب ايه الفرق بينها وبين التانية هيجي وراها اللي هو احنا قلنا عليه يعني اسمه مشتق من الفعل. او ايه جوراها اسم. ديت معناها بدلا من ولا يمكن ان تأتي باخر الجملة. لان هو بيقولك بدلا من هتحط بعدها اسم اصلا او اسمه مشتق من الفعل. تعال كده اشوف. انا كنت مخطط ان انا اجري. لكن هي ايه? مطارت. لكن عشان كده انا قررت ان انا اعمل بعض اليوغا ايه? بدلا من زالي. بدلا من ايه? بدلا من ان انا اجري. طبع مش هنفعول لان احنا قلنا هتحط بعدها او اسمه ده مش موجود. ديت ايه الفرق بينها? ان هنا في قومة. في قومة يبقى المفرور ان انت هتكمل. احنا في اخر الجملة هنحط في الجملة اللي بعدها. قولك نقط بدل ما اخد اجازة الصيف ده يعني? انا قررت ان انا استثمر فان انا ازبط اعمل شوية تثبتات في البيه. بيقول لي وانستيد 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 شوف بقى كده بيقول لك تايكينج تايكينج ده اسمه مشتق من الفعل بدل بدل من اخذ الاجازة يعني. طبعا انستيد ديت مش هتنفع لان احنا قلنا هنا بيجارها جملة كاملة فاعل وفاعل ومفعول. يبقى انا هختار كلمة لان هي بيجارها في اي انجي. ندخل على بعد كده. كلمة ديت لو لو هي فعل بمعنى كلمة يومانع. انا بمانع كزا او انت ما عندكش مانع انك تعمل كزا. طب لو هي اسم نون بمعنى كلمة عقل. وطبعا الاشارة بتاعت ديت في حد ذاتها غلط لان هنا المخ مش العقل. ايه المخ بقى كلمة ده المخ اللي ببقى موجود هنا. لو انت شيلت العظمة ديت هتلاقي فيه جزء كده موجود. جزء ده اسمه مخة باللغة العربية وبين بالانجلي. المايند العقلي فين عقلك بقى? محدش عارف ما كانه فيه. هو موجود طبعا. بس محدش عارف ما كانه فيه. كلمة العقل نفسها. ريدينج بوكس كان هلب استيموليت ده نقط. انزل بالترجمة عن ايه. ريدينج بوكس يعني قراءة الكتب. ممكن تساعد وتحفز. تساعد وتحفز ايه? اكيد القدرات العقلية. وبتزود وتزود وتزود القدرات الزهنية. ودي طبعا حقيقة. علمية. حتى لو احنا مش مقتنعين بياه ومش بنقرأ. بس القراءة ده شيء مهم جدا. بقول لك يعني صبا. ولا اللي هو المخ. ولا مايند اللي هو العقل. ولا هدك الصداع. طبعا هو اكيد مايند اللي هو العقل. هو بيعاني من لقدر الله من اصابة في لقدر الله في المخ. وطبعا كان محتاج ان هو يعمل عملية. فطبعا ده شيء ملموس او شيء نعرف نمسكه فطبعا ده لها كلمة ربنا يعيش كل مريض. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفروق اللغوية او اهم الفروق اللغوية اللي موجودة في اونت فايل. اتمنى من ربنا يكون قدرني وده يتوصل لكم المعلومات بشكل سهل وبسيط. وتذكروا باذن الله وتشد حيالكم. استنوني في شرح الوحيدات اللي جاية. اتمنى لكم التوفيق. اشوفكم على خير. مع السلام.